السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن قضية الزواج هذا الزواج اراده الله تعالى ان يكون مودة ورحمة بين الزوجين لكن في بعض الاحيان قد يتحول الى خلافات وصراعات ويتطور الى نكد لهذا موضوعنا اليوم عن النكد الزوجي من المسؤول عليه لا شك ان المرأة هذا المخلوق اللطيف ربنا عز وجل خلقها مصدر بهجة وسعادة في البيت وكلما كانت هذه المرأة سعيدة وكانت فرحة مسرورة هذا ينعكس على زوجها وعلى اولادها وعلى كل افراد البيت لكن هذه المرأة اذا كانت في حالة نفسية سيئة واذا كانت معنوياتها متدمره فان هذا ينعكس ايضا على زوجها وعلى اولادها وعلى اقاربها وعلى كل من حولها احيانا نسمع بعض الازواج يشتكون يقول بان زوجتي عصبية وقد اعادت البيت كئبا وتصطنع النكد يقول بانه يعود من عمله متعبا فتداهمه الزوجة بالكآبة وتطالعه بوجه غضب هو كان يحلم انه بعد ان يفرغ من عمله بعد ساعات طويلة من الجهد الجهيد يفتح باب بيته فيجد هناك ابتسامة مشرقة ويجد هناك يدا حانية وصوتا رقيقا لكنه يفاجأ بوابل من الاخبار السيئة ومشكلات الاولاد والجيران والاقارب اي نعم هناك زوجات نلتمس لهن العذر ربما قد يكون السبب مع تراكم ضغوط الحياة والمسؤوليات الجسيمة التي تتحملها بعض النساء خصوصا منهن العاملات ثم تنضاف اليها مسؤوليات البيت ومسؤولة الاطفال فتصير المرأة مرهقة وتعاني من ضغوط كثيرة سواء اتجاه زوجها او عائلتها او افراد المجتمع لهذا دون ان تشعر بعض النسوة يتحولن الى زوجات غضوبات وزوجات نكديات في حين اذا سألنا النساء سيقلنا كلاما غير هذا معظم النساء يلقين اللوم والعتاب على ازوجهن فتتهم زوجها بانه سلطوي وانه متعالي وانه متجاهل او تقول بانه قليل الرومانسية معها وتعلم انه زير نساء في الخارج او تقول بانه كسلان لا يعمل او تقول بانه ابن امه او يسمع لاهله واخواته هكذا المرأة تكيل الاتهامات لزوجها اذا دخل هذا الصراع داخل بيت الزوجية ونشبت الخلافات بشكل شبه يومي بين الازواج ربما في بعض الاوساط نستطيع ان نتغلب عليها خصوصا اذا كانت هذه الاوساط تؤمن بالقيم الدينية وتراعي الاعراف والتقاليد الاجتماعية او على الاقل تخاف من فرجة الجيران لكن هذه الامور مع اجتداد الخلافات والصراعات ربما قد يبدأ الخصام في الاول يبدأ الخصام بشكل صامت والزوج يتجاهل الزوجة والزوجة تصمت وهذا خطر هذا ما يسمى بالخارص الزوجي كل يقبع في ركمه محاولا كضم غيضه لكن بعد فترة قصيرة الزوجات يعتبرن هذا الصمت والتجاهل والهروب من الحوار والمناقشة وعدم الاهتمام والرد هذا يعتبرنه قمة الاعتداء والعنف النفسي خصوصا اذا رفقه الهجر في الفراش مما يزيد في غضب الزوجات وحنقهم ويوما بعد يوم وساعة بعد ساعة يبدأ الفوران و يبدأ الانفعال ويبدأ التهديد بالانفجار مما يؤدي الى الاستضام ومن تم الصراخ والعويل ومن تم يدق مسمار اخير نعسى الزوجية ويصدق على قوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم فكم من بيوت كانت صامضة امام الرياح لكنها خربت ولم يكن الفاعل اطرافا خارجية بل كان اما الزوج واما الزوجة يخربون بيوتهم بأيديهم كما قال ربنا عز وجل والعياد بالله لهذا ايها الاحباب الكرام مثل هذه الحالات كثيرة في مجتمعاتنا ولهذا نريد ان نفتح النقاش معكم لماذا يصل بعض الازواج الى هذا الباب المسدود لماذا يفكرون في ان الحل الوحيد هو الطلاق مع العلم ان الطلاق ليس هو النهاية بل هو بداية مشاكل من نوع اخر اذا استمعنا الى بعض الازواج سيقولون بان المشكلة في المرأة ما تهمت هذه المرأة بعضهم يقول انها تقدم رغباتها الشخصية ورغبات اهلها على رغبات الزوج او يتهمها بانها تقضي كل اوقاتها اليومية في مشاهدة المسلسلات والافلام الرومانسية وغيرها او تعبت في هاتفها النقال هنا وهناك او انها تخرج كل مرة من غير سبب للتبضع مع صحيبتها مرة في الاسواق ومرة في القيصاريات وكل هذا يسبب اهمالا لأولادها الصغار الذين يحتاجون الى الرعاية بل والخطورة اذا كان هؤلاء الاطفال صاروا مراهقين فيعبتون وقد يقعون في مكانه كبرى او ان هذه المرأة تتجاهل رغبات الزوج ولا تبدي اهتماما لعائلة زوجها قد تهتم بعائلتها دون عائلة زوجها مما قد يشعره بنوع من الظلم وتدني مكانته ومن ثم يبدأ جو اسري غير صحي يسود داخل الاسرة ومن ثم يبدأ الشجار المستمر في الانتشار احيانا بعض الازواج يقول لا زوجتي ما عندها اي مشكل ولكن هناك من يختلق النكد بسبب او بدون سبب هناك من عندها كل شيء جيد فيها حياة رفاهية ولكن قد تخلق النكد بدون سبب كما قال الله تعالى كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة بل منهم من يتهم الاخر بانه يتفنن في صمع مشكلة وهية يتعيسون بها انفسهم مشكلة وهي ليس لها اساس الحقيقة اصلا ثم تتحول الحياة الى جحيم بسبب الشك والمستمرة وبعض النساء يشتكين من سوء الاحوال المادية ومر من الاولاد ومر من اهمال الزوج لشؤون بيته وخصوصا تدخل اهله واقاربه وهكذا تبدأ المشاكل من هنا ومن هناك فيقع الخلاف يتطور الى صراع ثم يقع الانفجار لاسباب تافهة وكما قيل من يزرع الريح يحصد العاصفة السؤال ايها الاحباب الكرام نطرحه عليكم هل فعلا ان المرأة بطبيعتها بعض النسوة هل هن بطبيعتهن نكذية هل النكد لصيق ببعض النساء هل هن من يخلقنا المشكلات ويفسدون الاوقات السعيدة ام ان بعض الازواج هم الذين لا يريدون ان يغيروا طباعهم الاستعلائية وطباعهم الخاشنة ان مقابل ان نكد هناك الزوج الاستعلائي العنيف اللامبالي الذي لا يريد ان يتغير هل فعلا اغلب السيدات ربات البيوت معذورات لانهن يعملن داخل البيت ومنهن من يعمل خارج البيت يعملن في شركات او في ادارات او مصانع ولم تأتي البيت عليها الطبيخ والغسيل ورعاية الاولاد ومسؤولية كبرى داخل البيت الزوجية فتتحمل فوق طقتها هكذا تقول بعض النسوة ام ان كما يدعي بعض الرجال ان بعض النساء تشبعن بموضة حقوق المرأة التي تطالب دوما بالمزيد من الحقوق وترفع فكرة المساواة ويطالبن بحقهم ويهمن واجبتهم هل هذا حق ام باطل وهل من المفروض ان نتعامل مع طرفين فيما بينهما ان نتعامل بالتغافل احيانا واتباع سياسة اللامبالات وعدم الوقوف على المشاكل بمنطق دعه يمر دعه يمر كين بعض الازواج يقول لكين خليع الله دعه يمر حتى لا تتفاقم المشكلات يرى العجوب ويصمت ويقول الله يسمح ام لابد من وضع النقط على الحروف قبل ان تتفاقم الامور هناك بعض الازواج عندهم الحرص الشبيب لابد ان يصلح العيب قبل ان يكبر وينتشر واخرون يفضلون التغافل وسياسة اللامبالات لعل الامور تمشي هكذا فالموضوع قوي وفيه شناءان كبير ولعل لما نستمع الى مكالماتكم ايها الاحباب الكرام سنحاول ان ندخل الى اعماق النفس البشرية والى اعماق احياتنا اليومية الاجتماعية ليس بغاية الفرجة وانما بغاية ان نبحث عن المشاكل وعن الاسباب لكي نجد لها حلول مناسبة غايتنا ان نكون اسرة مستقرة اسرة سعيدة اسرة تسير فيها الرجل والمرأة معا يدا في يد من اجل بناء مستقبل باسم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة